بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وانولاه وبعد مشينا في هذه الحلقات مع الصبي تلميذ حسن البنة مؤسس الجماعة جماعة الإخوان المسلمين ورأينا بعض أنشطته في العمل الدعوي وإزالة المنكرات وعفة اللسان وعلى إطار المدرسة الإعدادية التي كان فيها وكانت المدرسة الإعدادية وقتها أشبه بالابتداء دلوقتي يعني تماما يعني لكن كانت مسميات تختلف في زمنه عن أزمنة أخرى لكن شاف الشيخ حسن البنة في هذا السن ومعه عبد الرحمن البنة أخوه ومعه بعض الشباب في هذا السن من سن الفتوة والصبية أن الجودة دا مش كفاية لأن في منكرات تانية اجتماعية في محيط المجتمع بيحتاجين نتحرك ليها فقاموا بتأسيس جمعية سموها جمعية الجمعية الإسلامية لمنع المحرمات أو جمعية منع المحرمات وكانوا حطين اشتراك على كل واحد خمس مليمات خمسة مليم في الأسبوع أو عشرة للي يقدر يعني تعمل إيه بقى الجمعية دي بترصد الأخطاء التي يرونها المحرمات ويبعثوا خطاب لصاحب المعصية دي بس مقدروش يبعثوا خطابات بدمغة وبريد لأن دا مكلف فكانوا بيعملوا إيه يقرفوا الشخص يحطوا الجواب أو الرسالة تحت عاتبت الباب تحت الباب تحت أو الدم الباب في مكان معين يوصلوا أي طريقة فمثلا يلاقوا واحد بيفطر في نهار رمضان يروحوا بيعطلوا رسالة عن خطورة الفطر في رمضان وإثم الفطر في رمضان وجزاء ذلك والمجاهرة به وكذا طيب واحد يسأل سؤال طب ازاي هالناس هتقرأ والناس دي أميين معظمها كان دايما في كل قرية في من يقرأ ويحسن القراءة فاللي بيقيله رسالة يقول له الله يفلان يقرأ لدي أزاي ما بيعرفش يقرأ يعني فكانت الرسالة بتوصل يعني يشوفوا واحد مثلا بيقصر في الصلاة ما بيصليش يبعتوله رسالة عن عقوبة تارك الصلاة وأجر الصلاة شوفوا واحد مثلا بيلبس ذهب يبعتوله حرمة لبس الذهب للرجال وعظم هذا الوزر وجزاؤه ده على إطار الرجال النساء سكرت امرأة بتطلع في ميتم ولا حاجة تصوت وطلتم وتنوح يروح بعتل لزوجها رسالة بحكم انه ولي أمر هذه المرأة من باب قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته الناس شكت في مين في الأول في القرية بتاعتهم قالوا محدش عنده الغيرة دي والحاجات دي إلا الشيخ محمد ظهران لو أستاذ الشيخ البنة يعني فراحوا قالوله يا شيخ محمد ليه تعمل فينا كده لما انت ياخي شايف فينا غلط طيب ما تقول لنا عليه قالوا يا جماعة مش أنا لا قالوا لو ما يعملش الكلام دا اللي انت يا جماعة مش أنا فمحدش صدق في فترة انه مش هو ما توقعوش الفكرة دي تيجي على مستوى أطفال صغيرة ويبقى عندهم هذا الرصد للمحرمات وميزين بين المحرم واللي مش محرم لان فيه ممكن يبقى فيه ناس يعني المختلف فيه وغير المختلف فيه ووصلوا لدرجة حتى متابعة العلماء لو عمل مكروه فلاحظوا في مرة الشيخ حسن بنه صغير ان الشيخ محمد ظهران وكان كفيفا رحمه الله صلى بين ساريتين في المسجد بين عمودين وان دا مكروه فبعت له رسالة زيه زبيت الناس واستاذه بس لانه حياة يحرج ان يقول له وجه اللي وجه يعني فبعت له رسالة ان يا شيخ محمد انت بتصلي بين السرق وانت من العلماء وهذا مكروه ولا يليق فكان الشيخ محمد بيعتمد على مين يقرأ له على الشيخ حسن البنة وده اللي عمل عنده حصيلة كبيرة من القراءة لان كان الشيخ ظهران محمد ظهران عنده مكتبة ضخمة في البيت مكتبة مهمة وكان هو اللي بيخليه يقرأ له المجلات والجرائد والكتب وال فده عمل حصيلة كمان عند حسن البنة من اتجاهين مهمين القراءة والشيخ يصحح له اتنين الخبرة انك تتعامل مع الكبار وده تبادل الخبرة بيجي منين ان الولد الصغير بيتعامل مع الكبير فلما يغلط يرشده لما يشوف تصرفه في حدثة معينة ازاي يتعامل بحنكة وحكمة وذكاء وعدم جرح للاخرين فقال له حسن تعال يا ابن جات لرسالة دي وانا شاكك في الحكاية دي انا صح ولا غلط ان انا صلي بين الايه العمودين فقال له تعالى بص في المكتبة عندي هات فتح الباري شرح صحيح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني وقال له هات باب كذا فجاب فقرأ قال له يقرأ لي يقرأ ففضل يقرأ 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 فاكتشف الرجل ان كلامه هؤلاء الاطفال الصبية الصغار صوابا صحيح علميا ان المكروه الصلاة بين الساريتين العمودين فقال والله جزاهم الله واخرنا لو تعلمت على ايديم او على من ارسل هذه الرسالة وكانش لسا يعرف فضلة القرية كل واحد يقيله رسالة وهم مش عادرين يستوعبه مين وراء الجمعية غير المعلانة دي او الجمعية اللي مش معروفة دي او من افرادها ام تكتشفت طبعا هم مكنوش بيقدروا يروحوا يبعاثوا الرسائل بالبريد تكلفة كانوا يبعاثوا شاب اولد من الاولاد ففي يوم صاحب اهوة جاب رقاصة ترقص للناس وده كان من بعض العادات السيئة اللي موجودة يعني وكانوا يسموها الغزية لانها تغزو الناس في اخلاقهم ودينهم ده اسمهم سمينا الغزية لانها اللي بعد كده تطور ده ومش بقى رأس ده اسمه بقى الغزو الفكري يبقى غزو للناس في افكارها ودنا مش مجرد غزية بترقص فعرفوا انه بقى عام الكفارة حكت بالرسالة وبعتوها له الولد وبيحط له الرسالة تحت باب القهوة شافوا ومسكوا قالوا تعالى انتم هو انتم وبدأت في هذه اللحظة تكتشف قصة الجمعية دي ومن هم ومن افرده وتعرب بقى ان هم هؤلاء الاولاد بحادثة فقط صاحب المقهى الذي اكتشف الولد اللي بيضع الرسالة واكتشفت هذه الجمعية لم تكن يعني بانا سرية لديهم كانوا حارصين على عدم الظهور لعلة لا يجرح الناس بما يقومون به بعد ذلك ده كان جمعية منع المحرمات استاذ البنة بعدها اراد انه هو ينتقل بعد ما خلص الدراسة الاعدادية في هذه المدرسة الاعدادية جات له فكرة انه هو يروح مدرسة المعلمين الاولية في ضمنهور عشان يطلع مدرس معلم فرح نتقدم فقالوا له احنا عشان تدخل لازم شرطين اتنين حفظ القرآن كاملا وان يكون سنك 14 سنة كاملين وهو سنه 13 سنة و 6 شهر ومش حافظ القرآن كامل لسه مدرسة كان رجلا صالحا توسم فيه علامات النبوغ وعلامات الكياسة وانه ولد واضح فيه نبوغ فقال له اسمع حسن يا ابني انا هتجاوز عن موضوع السن خلاص ولكن توعدني تكمل القرآن او قال له اعدك ف يعني وعده وكان عند عهده واكمل يعني كده كان وعد الوالد ووعد لهذا الاستاذ رئيس او مدير المدرسة المعلمين الاولية وانضم يعني لهذه المدرسة ودخل في مدرسة المعلمين الاولية ليكون معلما في هذه المرحلة انضم الشيخ حسن بنة تعرف على طريقة صوفية تسمى الطريقة الحصافية طريقة اسسها الشيخ الحصافي ولها تاريخ طويل جدا ده ان شاء الله نخده في حلقة مستقلة عن حسن البنة والتصوف وماذا استفاد من التصوف على اطار الجماعة وعلى اطار الشخصي وعلى اطار التعامل وهنجيب بعد كده مواقفه مع طرق الصوفية في القاهرة وطرق الصوفية في الاسماعيلية وفي حياتي عموما ونشأته الصوفية طبعا واستفاد منها استفادة كبيرة جدا وكانت هذه الطريقة قريبة لتصوف السني يعني ليس فيها مخالفات إلا حاجات بسيطة سهلة أن تعالج وتعلم منها الذكر والدعاء وعاش أيام بين هؤلاء الناس في مدينة الضمنهور اللي فيها المدرسة الأولية للمعلم المدرسة المعلمين الأولية ودخل في هذا السلك من مسألة التصوف واللي كان من آدابها أنهم يقضوا أيام معينة يعيشوا فيها في صمت وعزلة يعني يعتزلوا الناس ويبقى فيه صمت من غير إلا الكلام بالقرآن يعني بيبقى يوم أو اتنين بتعودوها على هذه المرحلة فكان بعض زمائلهم يعرف أنهم بكلام يحب يديوهم ساعات في اليوم ده حتى لو راح المدرسة يعني تدريبا للنفس على عدم الكلام إلا بكلام الخير أو الكلام القرآن فقط وده يذكرنا بالقصة اللي في الطراث المرأة التي كانت لا تتكلم إلا بالقرآن اللي كان لها موقف مع سيدنا عبدالله بن عباس موجودة في طراث في طراثنا الإسلام يعني كان هدفهم من كده أن اللسان دايما يتعود على أنه لا يقول إلا كلام الخير لا يقول إلا الكلام الصواب الكلام الذي فيه بركة عملا بقوله صلى الله سلم يعني يعني فليقل خيرا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليذر وفي رواية أو ليصمت يتقول خير يتسكت يعني لإني أكبر آفة تصيب الإنسان آفة اللسان كلمة للناس يقول لك دي آه مش دي كلمة لا هو كان إيه هدفهم في الصغر دول هو ما متعلمه أن يتعلم الصمت لإني السنة ده عايش حب الظهور حب الكلام حب البروز فلا هو عايش يتعلم على كده إن لا إمتى ما تقولهاش إنه بعض سقول لك دي كلمة لا كلمة لا خطورة رسول صلى الله عليه وسلم لما سؤل من الصحابة الجليل يا رسول الله يعني أو نحن مؤخذون بما يعني بألسنتنا قال ثكلتك أمك يا معاذ وليكبوا الناس على وجوههم وفروا على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائض ألسنتهم مشكلة كبيرة ويقول لك كلمة كلمة ده كلمة دي تأتي بخير عميم أو بيء وبال على الإنسان الإسلام تدخله بكلمة كلمة الإيمان الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة اللي هي كلمة التوحيد تخرج من الإسلام بكلمة كفر كلمة الكفر بتتجاوز مراتك بكلمة تقول لك زوجتك يا نفسي وأنا قملك كلمة بتتجاوز بيها كلمة يستحل بيها الإنسان الفروج كما قال صعف أنكم استحللتم فروجهن بكلمات الله اسمها إيه كلمات الله وربنا سمها إيه وأخذنا منكم ميثاقا غليظة الكلمة وكلمة تهدي بيت كلمة انت طالق كلمة تأوم حرب اضرب في المليان اقتل كلمة وكلمة تطف نار كلمة الخير فالكلمة عشان ما حدش يقول لك ناس ده كلمة لا فانا عشان نعرف ليه كان بيتربى هذه التربية هو وأجياله غيره ان الناس يتعلم تصمت الصمت بالدرجة ان كانوا في الأول زمينهم يفتكروا ان الواحد يوم تشلي في لسانه ولا حاجة لكن لا فيهم وبعد كده فكانوا يحبوا زمينهم يضايقوهم فيروحوا يقول لناظر يا أستاذ يا أستاذ إيه إلحق زمين حسن البنة ماهل يتشلي في لسانه يعيني فيروح لناظر ما لك يا حسن طبعا هو عارف ان هو مش هيتكلم لان شيخه مزخد يعني هو عاد النهاردة دي أيام الصمت إلا بالقرآن فيضطر يكلم إني نظرت للرحمن يصاوما فلن نكلم اليوم ينسي يرد بالقرآن انت سليم وقل الحمد لله فيرد بالقرآن عليه يعني فيفهمه ففيهم بعد كده الأساذة إن الأولاد دول مجموعة عندهم أيام في الشهر دي اسمها أيام الصمت والعزلة بعيد عن المعاصي وعن الناس مش اعتزال يروحوا في جبل ولا لا بس معاهم لكن لا يتكلمون إلا بالخير فنهروهم نهر زملائهم الآخرين أن يعني يحترموا خصوصية إخوانهم وزملائهم لأن دا عمل خير كويس إيه المشكلة يعني مدام عندهم هذا الأمر بدأ يراحظ حسن البنة مؤسس الجماعة إن الشعائر في المدرسة الصلوات لا تؤدى في وقتها فالطر هو كان في مسجد صغير يطلع وقت الأذان يأذن في مصلة المدرسة تنبيها للناس للصلوات ولاحظ أن أحيانا في حصص بيتيجي في وقت صلاة العص يبقى في نص الحصة فأقول ليه ليه لماذا لا نضبط ذهب كلم موديل المدرسة قال له يا أستاذ لماذا لا نضبط أمورنا على الصلاة يعني الحصص تخلصوا على معاد الصلاة تصالوا ونرجع ونبه لهذا الأمر ليه يعني هذا أمر مهم إن الإنسان يحافظ على الصلاة على وقتها ولذلك رح واضع في وصاياه إن حافظ على الصلاة في وقتها فلا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة بعدين في مرة هو واقف وكان بيروح دراسته دايما بالجبة والعمة واللبس الأزهري فمدير المدرسة ومدرس بينقش بقول له يا حسن ليه يا ابني مصر على اللبس ده قال له والله يا لبس أهل العلم يعني قال له بس ده يكون عائق إنك تتعايي مدرس بعد كده قال له يعني إيه قال له أنا ما تتعايي مدرس هتعلم أولاده بتاع مش هينفع لا وقاله والله يا أستاذ أنا مصر على لبسي أنا يعني معتز بهذا اللبس العمامة واللبس الأزهري وده كان شيء مهم يعني بالنسبة له شايف إنه سمت أهل العلم وعليه أن يحافظ على هذا قال له والله أنا بنصحك قال له طب بشه كده مش هتتعين قال له الأرزاق بيادي الله أنا هتعين المتعين شناني يا ده كانت نظرته وقتها يعني هتجي مرحلة بعدين هنعرف إمته هو تخلى عن هذا الزي وبدأ يلبس الزي العادي على مراحل مختلفة ويبدأ بل بالبدلة والتربوش يعني لكن وقتها كان يرى هذا الأمر وقال لصله ربما يعني الأولاد اللي تدخل عليهم بهذا اللبس أروا ما يسخروا أو كذا فقال له أنا مصر عليه على هذا الأمر وده كان بعض الأولاد سعيتها فعلا في بعض المدارس يعني لما يخش الشيخ وبتاع كان فترة يعني لما البعض يحب يعني يعملوا مآلف في المدرسين أو حاجة على خفيف يعني كما حدث مع الشيخ عبد العزيز البشري الله يرحمه لما دخل صف يدرس وبعدين لو لا كانوا التربية والتعليم يعني المدرس اللي مش أزهرية يعني فألع الجبة والعمامة وراح يتوضى فالولاد عملوا إيه الولاد راحوا رسمين له جوة العمة من جوة كده وش حمار لموازي يعني فهو لما جيه لا الأولاد رسمين له الرسمة دي يعمل إيه لو جاب عصايا وقام نزل ضرب في الولاد دي معناه انتصروا عليه بلاباقة الأزهري والفكاهة روح الفكاهة قالوا من قيام يا أولاد قالوا نعم يا أستاذ قالوا معايز سألكم سؤال مين يا أولاد اللي مسح وشه في الطربوش نقع فيه يعني وعايز يقول لهم حب يصخروا منه فقلبها عليهم مرة أخرى أحد ناس حب يصخر منه كان جاي هو بلابس الجبة كده فالهوى يعني هو من بعيد فالهوى كان شديد فالجبة بدأ تفتح تعرفين الجبة لما تفتح فيه بيبقى تحتها الأفطان فراجل كان يعني سخيفا فقال له يا شيخ عبد العزيز تصدق وانت جاي من بعيد بحسبك حرمة بحسبك واحدة ست قال له تصدق يا فلان وانا كمان من بعيد شفتك بحسبك راجل يعني رده له بهذا الشكل فكان دي نصيحة اللي تقارت للبنة من باب يعني اني حاول تغير هذا اللبس انك تلبس يعني أفندي لأنك كثير مدرس فهو الرجل أصر على لباسه وزيه اني لا أنا متمسك بهذا اللباس وهذا الزي وظل متمسكا به في هذه الأحداث جاءت أحداث ثورة ألف تسعمية وتسعتاشر قامت الثورة والثورة بدأت بالطلاب لأن حاول ساعتها شيخ الأزهر والمفتي وبابا الكنيسة وغيرهم طلعوا بيانات لإثناء الشباب عن الثورة الشباب وإثناءهم عن الإضراب عن العمل فحاولوا في المحاولات دي ان هم يعني يغيروا من قناعتهم لم يستطيعوا كم من على رأس هؤلاء الذين شاركوا وحرضوا الشباب على هذه الثورة كان الشيخ حسن البنى رحمه الله مع شباب وطلبت المدرسة مدرسة المعلمين الأولية أو المدارس الأخرى لإني بدأ الإنجليز في جبروتهم وغيهم وجبروت والاستبداد والبطش فلم يجدوا بدا إلا من إعلان الإضراف في المدارس والثورة واستمر هذا الإضراف حاولوا طبعا الإنجليز يروحوا للمدارس يضغطوا على مدير المدارس والنظار إني شوفوا أقوى الأولاد اللي بيغيروا ويقودوا الأولاد ويمنعوهم من ذلك مدير المدارسة اللي كان فيها الشيخ حسن البنى حاول يثنيه وإنه يرجعوا وطيب قالوا تب تعالى لأنت وزميلك هو حاس اثنين ثلاثة مع البنى قال له يا أستاذ الناس ستضرب عن الدراسة والعمل شئت أم أبيت وشئنا أم أبينا وكان مربط مع زميله إن حتى لو راح يقابلهم ومنعوه ينزلوا قالوا طب خلاص عدوا عندي في المكتب الأول وأنا هشوف عشان يعني 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 لا أنتم قالوا خلاص احنا عادين عندك في المكتب قاعدوا في المكتب معاه ففوجئ بأن لم يأتي أحد من الطلاب إلى المدرسة المعلمين الأولية فشعر أن قرار الإضراب آه وراه حسن البنى وبعض زملائه لكن كان قد أقنع الناس بأن يضربوا عن العمل ويخرجوا للمظاهرات وكان لهم مع هذا القرار اقتناع ديني بهذا الأمر لذا واجب ديني لأن بعض الناس يقول لك لا الإضراب عن العمل والمظاهر والإضراب ده حرام مش حرام طبعا مين اللي حرمه لك لا هذا مستعطيل إذا ناقشت الظالم فلم يرتدع سواء كان استبداد عسكري أو استبداد احتلال هل مطلوب مطلوب منك إن أخف أستسلم لا وهذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم إزاي الحديث الذي في صحيح بن حبان وصححه العلماء ومخرجه شيخ شعبي الأرنقوت أن رجلا شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جاره النجاره جار سيء كل شوية دايء ويأريفه يا عم استهدى بالله يا باخي بلاش اتقل لا ما فيش فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه قال له اطرح متاعك في الطريق شيل عزالك ارمي في الشارع فعمل كده فالناس يجي قال له رمي عزالك ليه في الشارع قال له والله يا جاري بيئزيني يا جاري معنا جار سيء فطبعا صمعت الجار اتشناعت الجارس فقال له جاره عد إلى بيتك ولا ولا يصلك مني سوء بعد اليوم فهذا دليل على إني إضراب أو إنك تفضح هذا الظالم بما يفعل إذا لم يرتدع عن ما يفعل مع الإنسان في ظلمه دي أدوات فحسن بنى في هذه المرحلة كان من المشاركين في ثورة 19 وحتى قال ساعتها شعر يعني على لجنة ميلنر ودي طبعا بواكير عنده من الشعر بس ما استمرش لأن طبعا حسن البنى ان هو مسألة الشعر دي مش جايبة معاه يعني الشعر بسيط فمنها قلبتين مثلا يعني نذكر منها بيقول يعني يا ميلنر ارجع ثم سل وفدا بباريسة اقامة وارجع لقومك قل لهم لا تخدعوهم يا لئام يعني اني بيتين بساطة يعني لا تدل على يعني قوة شعرية مش بالقوة التي يعني معروفة له وقالها قبل كده برضو بيتين شعر عن الوطني الكبير محمد فريد كان زميل مصطفى كامر رحمه الله ورجل انفق ماله لخدمة القضية المصرية ومات في المنفى مات فقيرا بعده كان من اثرياء مصر الكبار انفق ماله على العمل الوطني والسياسي وكل هذا الام لكن مات بالخارج وارسل جثمانه الى مصر يدفن فكتل حسن البن بيتين افريد نم بالامن والايمان افريد لا تجزع على الاوطان افريد تفديك البلاد باسرها الى يعني بقوله هو مش فاكر اكتر من كده يعني ده تجربة تدل على شيء معين على ان الشيخ البن لم يكن صاحب ان يقول الشعر بهذا الشكل وهو انصرف ذهنه عن الشعر وانيس منصور الكاتب المعروف لتجربة مع الشيخ حسن البنة في حكاية الشعر برضو يعني والبنة حاول الشعر فتركه ويابدو دي كان بتبقى نصحته لأي انسان انيس منصور كان امين عام مكتبة الاخوان المسلمين في انبابة شعبة انبابة يعني وانضام للاخوان وعاش فترة في الاخوان يعني فبيقول ان اللي خلا كان فاكر نفسه بتاع شعر وبتاع في الاول واني يكتب شعر واني يبقى مبدع فكتب قصيدة في مرة وراح للشيخ حسن البنة لما جي زرهم في شعبة انبابة ورهاله يعني وقال له ايه رايك في القصيدة دي فضلت المرشد يعني فبيقول فجئت بالشيخ حسن البنة بص في القصيدة كده وطلع وراء وطلع ألم قاعد يصحح ويشيل ويحط قال بالعرب من الاخر عمالي قصيدة خير القصيدة يعني شال نصيها وحط نصيها وشال دي وحط دي قال فاكتشفت ان انا اخر حاجة اصلح ليها الشعر فاصابني باليأس حسن البنة ان انا اكون شاعر يعني لكن ارسل بنا صح حاله فقط مش اكتر دلال على ان الشعر مش كل انسان له فيه قد انسان يتذوق الشعر يعني يحفظه يكون اديب في النثر ادب له من الادب الكبير كما يقول العلي الطنطوي رحمه الله اكبر لو ده يقول والله لو طلب مني ان اشق جبلا واحمله على ظهري لكان ذلك اخف علي من قول بيت واحد من الشعر فحاول حسن البنة في هذه المرحلة الوطنية ان يقرض الشعر لكن لم لم يفلح كثيرا يعني الا ابيات مذكورة عنه لا تعد في باب الشعر ابياتا ذات جدوى لكن كانت دلالة على ان الرجل شارك في العمل الوطني شارك في الاضراب شارك في ثورة 19 الى مشاركات اخرى يعني للاستاذ حسن البنة مؤسس الجماعة ثم بعد ذلك تأتي مراحل اخرى من حياته ومراحل انتقاله من مكان الى مكان اخر نكملها في لقاء قادم ان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا وإياكم على اداء هذا الامر اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة